والمطس شغال الناس مش مصدقة انا بقى تجيلي تليفونات والمطس شغال هو ايه اللي بحصل انا كل شي ابص على الشاشة هي تلاتة ولا اربعة ولا خمسة انا بعد الخامس قمت كده وبعدين جيت ابص لتها بقت ستة والحاكم الحمد لله ما حسبش كتير وقت ضايا وصفر انجس ده فيه ناس بيقولوا ان فيه لعيبة من مصر راح تقالتلو صفر فيه ناس بتقول كده ان زياد كمال راح قاللو صفر خلاص بقى فيه كده فيه كده ده نتيجة ايه بقى اللي احنا شايفينه ده نتيجة العشواء ونتيجة اي كلام اهو بص 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 زياد كمال الصورة دي الصورة دي لو فعلا يعني يعني حق الترجمة الصورة دي ان زياد كمال بيقول الحاكم صفر فبيقوله ده بقي ثواني اهو الوقت ما اخلصش انا معرفش هو صفر على طول بعد الماتش بعد ديه 90 فعلا ولا استنى شوية ولا حاسة بقى تضايب يعني انا بقى خلاص بك هتبقت ستة فالواحد بقاش يبص على التلفزيون نفسه تقفلت يعني الواحد نفسه تقفلت الناس بتفسر بتقولك بيقول الحاكم صفر قاله لسا الوقت ما اخلص لسا شوية ثواني اهو في الساعة هولي سا الوقت ما اخلص بفضيحة مين يحاسب الناس اللي تسببت في انهيار جيل زي ده نفسيا مع ان الوصول للدور قبل النهاية ده نتيجة رائعة جدا بس الستة خلت هزا اختالت هزا الجيل معنويه واحد زي حمزة علاء كنا بنتكلم انه مشروع حارس مرمى عظيم في تاريخ الكرة المصارية ده خلص فيه ستة جوية يعمل ايه حمزة علاء ولا يعمل ايه الناس اللي تقلقت في هزا البطولة يعملوا ايه يقولوا ايه كارسة هذه كارسة الحقيقة كارسة كبيرة جدا جدا جدا